ازايك يا جماعة عاملين ايه? اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله وكل سنة انت طيبين بنسبة 2019. يا رب تبقى سنة سعيد عليكم وعلي ان شاء الله وعلى الجميع ان شاء الله. انا هجيبلكم في 2019 هو مش موبايل يعني خرافي جدا. او مش موبايل مثلا او بيقدم حاجة استثنائية جدا. ولكن هو موبايل انا شايف ان هو افضل موبايل في فئة الالف وخمسمائة جنيه لالفين جنيه بحيس ان هو بيقدم لنا امكانيات او بيدينا تجربة استخدام احسن بكتير من المنافسين بتوقعه. الموبايل اللي معنا النهاردة وهو من شركة ميزو هي شركة صينية اكيد انتم سمعتوا عنها او حد سمع عنها هي كانت نزلت في مصر تقريبا بقى لها سنة والتوكيل بتاعها كان اه مش حلو قوي ولكن ميزو نفسها هي نزلت مصر يعني شركة ميزو نفسها نزلت مصر والمفروض ان هي هتنزل الموبايلات بنفسها مش هتعتمد على وكيل تاني او على موزع تاني فالموبايل اللي انا بتكلم عليه ده هو الميزو سي ناين هو موبايل فائق اقتصادية جدا هو بيقدم لك امكانيات الى حد ما كويسة بالنسبة لسعره. دلوقتي في الموبايلات اللي هي الف وخمسمائة جنيه او الف وسبعمائة جنيه كان الموبايل بيهنج قوي كانت الموبايل يعني ما بتقدرش ان انت تعتمد عليها اوي في المهام اليومية زي فيسبوك زي واتساب زي الحاجات العادية اللي انت بتستخدمها متقدرش ان انت تعتمد عليها بشكل اساسي اوي يعني كانت بتهنك شوية كنت انا دايما بقول ان انت لازم تنزل الفيسبوك لايت او النسخة اللايت من الفيسبوك والنسخة اللايت من المسانجر ولو في نسخة لايت من الواتساب تنزلها لان الموبايلات دي ما كانتش بتستحمل النسخة الفيسبوك الرئيسية نسخة تويتر الكبيرة نسخة المسنجر الكبيرة فما كانتش بتستحمل الكلام ده ولكن الموبايل ده هنا انا اللي استغربته او المميز فيه ان هو بيقدر تستحمل الفيسبوك العادي ويقدر استحمل الواتساب فانت من خلال الموبايل ده هتقدر ان انت تفتح الفيسبوك والواتساب وتعمل مهامك اليومية العادية جدا بشكل عادي جدا الموبايل بيفتح الفيسبوك عادي جدا سريع بيفتح تويتر برضو سريع بيفتح اي برنامج هو بيفتحه كموبايل مثلا بألفين ومتين جنيه او بألفين وتلتمية جنيه فده شيء مميز جدا مبدئين الموبايل هنا بيجي من البلاستيك وبرضو الميزة اللي الناس كتير قوي مفتقدها اليومين دول ان الظهر بتشال والبطارية كمان بتتشال فيه ناس لغاية دلوقتي بتبعتلي على الصفحة وبتبعتلي على اليوتيوب هنا ان هل البطارية هنا بتتشال ولا لا يعني مفروض ان احنا بقلنا تقريبا سنتين او تلات سنين البطاريات بيلت ان في الموبايل او مدمجة في الموبايل ولكن هنا ميزو جت حطت البطارية بتتشال ان انت مثلا لو البطارية دي بازت او حصل لها اي حاجة بمنتهى البساطة تقدر تشيلها وتقدر تحطها عادي جدا فالظهر هنا بيتشال والبطارية كمان بتتشال كمان بالنسبة للظهر اللي بيتشال فهنلاقي هنا مدخل الشريحتين تقدر تحط شريحتين وميموري كارد في نفس الوقت مش هتضطر ان انت تشيل شريحة عشان تحط الميموري كارد او حاجة فهين تقدر تحط الشريحتين وميموري كارد ودي ميزة برضو كويسة جدا في الميزو السي ناين او في الفئة السعرية بتاعة الموبايل ده برضو من الحاجات اللي عجبتني ان الموبايل ده برضو مستغناش عن الترند او مستغناش عن الشاشات اللي هي بالابعاد الجديدة فالموبايل ده جاي بالشاشة اللي هي بالابعاد الجديدة 18-9 بحجم 5.5 بوصة والجديد هنا ان الشاشة جاي من نوع IPS دلوقتي الموبايلات دي او الفئات السعرية دي بتيجي دايما بTFT او شاشات TFT بتبقى زوايا الرؤية بتاعتها مش حلو قوي يعني بمجرد بس ان انت تبص من الموبايل من الجنب كده تلاقي الشاشة كلها بقت حاجة اسمها وشد اوت او الشاشة كلها بهتت كده شوية ولكن مع شاشات ال IPS عموما يعني مش شرط في الموبايل ده زوايا الرؤية بتكون احسن بكتير فانت مثلا لو بتتفرج من الموبايل من هنا مش هتلاقي تغير قوي في الالوان او حاجة اسمها color shifting في الالوان مش هتلاقي الكلام ده نفس الموضوع ده في الميزو السي ناين فهو الميزة هنا ان هو جاي بشاشة IPS فدي حاجة كويسة جدا جدا في فئته السعرية طبعا زي ما احنا عارفين اشهر المعالجات او اشهر شركات اللي بتعمل المعالجات بتاعت الموبايلات او البروستسور بتاعت الموبايلات هي كوالكوم اللي بتعمل سناب دراجون وشركة تانية اسمها ميديا تك في شركات كده جات عملت البروستسورات تانية صراحة كانت فشلة جدا وما كانتش بتدي الاداء المطلوب خالص ما كانتش بتفتح اي حاجة زي شركة سبيد ترام شركة سبيد ترام يعني انا فاكر ان انا جربت موبايل كان فيه معالج او البروستسور اللي هو بسبيد ترام ده كان صراحة مايتمسكش خالص ولكن الغريب في الموبايل ده ان هو جاي بمعالج سبيد ترام ولكن معالج احدث شوية من سبيد ترام او مبعالج حديث شوية من سبيد ترام فالمعالج ده جاي باربع عنوية بتردد واحد وثلاتة من عشرة جيجاهرتز وكمان مبني على معمالة كورتكس اي تلاتة وخمسين سيبكم الارقام الكتير جدا لو انت مش فاهم الارقام دي ولكن هو مبني على معمالها حديثة شوية عشان كده ادتنا الاداء اللي هو بيدينا الموبايل ده اداء متوسط الى حد ما تقدر ان انت برضو زي ما انا قلت تفتح الفيسبوك والواتساب والكلام ده كله اللي انت بتستخدمه يوميا يعني بدون اي مشاكل الموبايل ده كمان جاي برامات بساعة اثنين جيجا وزاكرة الخلاية بساعة ستاشر جيجا مش هنشوف اوي في الفئة السعرية دي اتنين وستاشر دايما منشوف واحد وتمانية او واحد وستاشر او اتنين وتمانية في الحدود دي ولكن ده جاي برامات اتنين جيجا وزاكرة ده خلاية ستاشر جيجا كمان اللي بيميز الموبايل ده هو ان هو جاي باندرويد خام او تجربة الاندرويد خام بصوا هو مش اندرويد خام اوي يعني انا لما جربت الموبايل ده هو مش اندرويد خام اوي هم جايبين الاندرويد الخام وغيروا بس بعض الايكونات بس يعني هم ما عملوش تغيير جزري في الاندرويد لا هم جايبين الاندرويد الخام العادي وحطوا بس بعض الايكونات بتاع تميزه عشان تميزه عن بقية الاندرويد الخام فده بيبين لك ليه الموبايل ده سريع او ليه الموبايل ده ما هنكش معي قوي وانا بستخدمه يعني كمان الموبايل جاي بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وكاميرا امامية بدقة 8 ميجا بيكسل طبعا اداء الكاميرات هنا هو متوسط ما تستناش من الكاميرات دي ان هي تديك اداء خرافي طبعا بالنسبة لفئة الجهاز ده السعرية فده الطبيعي يعني تقدر ان انت تصور بيهم صور عاديا صور اما بالنسبة للبطارية اللي بتتشغل في الموبال ده فهيتيجي بساعة 3000 ميلي امبير ادتني تقريبا 7 ساعات ونص من وقت عمل الشاشة وده رقم ممتاز جدا بالنسبة لفئة الجهاز ده السعرية فمن الاخر كده الجهاز ده للي معاه 1500 جنيه وعايز جهاز يعيش معاه او عايز جهاز يقدر ان هو يستخدمه يعني يقدر ان هو ينزل عليه الفيسبوك ينزل عليه الواتساب ينزل عليه حاجات اللي هو بيستخدمها كل يوم ويقدر ان هو يستخدمها فعلا مش مجرد بس ان لوجو الفيسبوك او ايكونة الفيسبوك محطوطه عندك في الموبال وانت تفتح يقعد ساعتين على بال ما يفتح وهنج والكراش والكلام ده الكلام ده مش هتلاقيه في الموبال ده طبعا مش بقول الموبال ده خرافي بقى ما بأسرع موبال في العالم لأ طبعا ولكن بالنسبة لسعره الحقيقة هيديك اداء كويس جدا بالنسبة لسعره زي ما روني وبس كده دي كل حاجة عن الميزو السي ناين قولولي رأيكو تحت في الكومنتات ايه رأيكو عن الميزو السي ناين وهل لو في حاجة احسن في سعره انا معرفهاش قولولي برضو رأيكو تحت في الكومنتات وعموما لو حد عايز اشتريه هسيب لكو برضو رابط الشراء تحت في صندوق الوصف او في الدسكريبشن تحت لو عاد تحايز جوفه وما تنسوش لو الفيديو ده عجبكو اعملوا لايك من تحت وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعلوا زر الجرس اللي جانبه عشان يوصل لكو كل جديد انا بنزله كان معكم محمد سامي اشوفه في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم